وهي صحيفة الأهرام الصادرة بالإنجليزية ومعنا عبرزوم من واشنطن الأستاذة هيبا القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط سنناقش معهم هذه التغطية التي جرت لفترة الإخوان والتناول الذي غطى هذه المفاصل وهذه الأرقام الاقتصادية أستاذ عزة مساء الخير؟ أهلا مساء خير الصح إزاي حضرتك الفانديم؟ أهلا بي دلوقتي السؤال الذي يسأله المواطن المصري لأي مدى تغطية المراسل الأجنبي أو الصحيفة الأجنبية العالمية أو الموقع العالمي أو أي من هذه الأشياء ذات الصيت الزائع لأي مدى عادة تكون دقيقة في تغطية الشأن المحلي للبلدان يعني لما أقول أن الإيكونوميست أو الجارديان أو خلافه أو خلافه قالت على سنة حكم الإخوان أو قيمة المسألة الفلانية بأنها كذا وكذا وكذا لأي مدى يكون هذا الحكم دقيق؟ بالطبع هناك تأثير كبير لهوية وثقافة والتكوين المراسل الأجنبي الذي يعمل في أي بلد على طريقة تخطيطه للأحداث الداخلية ما شاهدناه وما عرضته على الشاشة أعتقد أنه كان بيحمل كثير من اللغة فيما يخص فكرة أنه كان هناك من يتعمد أو من يميل أكثر إلى الترويج لروايات الإخوان المسلمين أثناء فترة الحق التي امتدت لمدة عام وأيضا قبلها كانت مسألة السيطرة على البرلمان أنا عايز أقول من خلال خبرات في واشنطن ووقتها فترة من 2009 حتى 2013 كنت مسؤول عن مكتب الأهرام في واشنطن أنه كانت هناك الكثير من الإدعاءات التي يروج لها في واشنطن باعتبارها أن المكون المدني أو الشكل المدني لمصر قد انتهى في الفترة التي وصل فيها الإخوان وأن هناك ضرورة من التعايش مع طيارات الإسلامية وأنه طيار الإخوان المسلمين سيأتي إلى مصر ليحكم ليه فترات طويلة من الزمن وبالتالي هناك بعض وسائل الإعلام التي كيفت تختياطها الإعلامية في هذا الإطار بل وأرسلت بعض المرسلين الذين عاملوا في هذا الاتجاه أستاذ عيسد تسمح لي أعطى حضرتك وأكثر جدار الوهم وهذا التحفظ ونتكلم بالعلنين هل الحركة بتشير إلى ديفيد كيرك باتريك كان مراسل نيويورك تايمز في ذلك الوقت واللي كانت تغطيته في مجملها منحازة تماما للإخوان المسلمين وبدت وكأنها محاولة لطبيض وجه الإخوان المسلمين ديفيد كيرك باتريك وأخرين أيضا كانوا على هذا المنوال وعملوا على أن تبني هذا المشروع ربما لأنهم وجدوا أيضا أنه كانت هناك حركة دائبة من جامعة الإخوان لزيارة واشنطن ونيويورك يعني أقولك على شوية شواهد أول مرة من عامل الصحفي أقول الكلام دوت أنه على سبيل المثال كانت هناك شواهد عن زيارات متكررة لخارط الشاطر وغيره في زيارات سرية لنيويورك وواشنطن لإقناع الجانب الأمريكي ليس فقط بالمشروع الإخوان السياسي ولكن أيضا بأنهم قادرون على أن يقوموا بتقديم نموذج اقتصادي رأس مالي قوي مثلما كانوا يروجون في أحاديثهم يعني على سبيل المثال أنه الزيارة الأولى التي قاموا بها لواشنطن وفد حزب الحرية والعدالة المنحل كانوا هذا الكلام كان في الأواخر 2011 قدموا أنفسهم بطريقتين أو بهدفين أساسيين الهدف الأول هو الترويج لمسألة أن الجيل الجديد من الجماعة الذي لا يحمل زاكرة السجون سوف يكون له القوة الدافعة لإحداث التغيير في مصر وأن هؤلاء هم سيتمتعون بصقة كبيرة داخل الجماعة وأن القيادات المتشددة سوف يكون لها سوف يعني تطرق الصفوف الأمامية بعد فترة من الوقت لمصلحة الجيل الجديد الذي يفهم لغة العالم الأمر الثاني كان هو مسألة أنه الاقتصاد سيكون محرك أساسي وأن الجماعة تلتقي مع الفكر ومع الأهداف الأمريكية في الترويج للنموذج الرسماني الحر وبالتالي ساعدونا حتى نستطيع أن نبني هذا النموذج أستاذ عزة لماذا تمكن الإخوان المسلمون أو نجحوا في عقد عدد من التحالفات مع هذه الصحف أو هذه القوة في ذلك الوقت وتم تغطيتهم أو تقدمهم بهذه الصورة الطيبة في بعض وسائل الإعلام سابق الرئيسي أعتقد أنه بقاءهم في الظل أو بعيدا عن كرسي الحكم في فترات طويلة يمكن بعد فرعهم مع ثورة 23 يوليو في الخمسينات أنه قدموا نفسهم طوال الوقت باعتمارهم قوة معارضة قوية وتستطيع أن تكون بديلا للحكم في أي وقت وهذا الشعور نمى لديهم وتعزز في فترات السبعينات والثمانينات والتسعينات ومع الإعلام الجديد أصبح لهم منصات كبيرة تم انفاق عليها بأرقام خيالية من أجل إحداث هذا التأثير في العالم الغربي تحديدا طيب الشق الثاني معزرة الشق الثاني دلاتي أنا عندي صحف توطأت معهم أو بيضت وجوههم أو دخلت معهم في اتفاق مصالح طويل الأجل أو سواء قناعة سياسية سربتها بعض القوى أو دعمتها بعض المؤسسات الأكبر كيف أقرأ التقارير التي وصفت الوضع الاقتصادي في وقت الإخوان بأنه وضع كارثي ومتداهور ولم تتعرض له مصر منذ الثلاثينيات يعني الضفة الأخرى من النهر لم ننظر ليها أفهمها بردو إزاي أنه كانت هناك حقائق على الأرض لا يمكن إنكرها يعني فيه تقرير معرفش إذا كنت حضرتك عرضت ولا لا وهو تقرير بي بي سي عن عمليات الإغلاق للمصانع والوضع الكارثي في سوق العمل والوضع الكارثي للتضخم وغيرها من الأمور التي أدت في النهاية إلى خروج المصريين إلى جانب بالقاطع مسألة أن الحفاظ على الهوائل المصري كانت مسألة أساسية لكن الوضع الاقتصادي كان من الصعب أن يتغافله أي مراسل حتى لو كان لديه درجة من الانحياز لأنها تفق بالوسيلة كثيرة من المصدقية هم دفعوا عن المشروع ودفعوا عن هذا المشروع الإخواني عندما كان هذا المشروع يقدم نفسه بطريقة أنه صديق العالم الحر وصديق للإقتصاد الحر وبالتالي كان لدى كثير من النوخة الثلاث المتحدة رأي مساند لهذا التوجه أنا يكفي أقول لك أن أحد الكبار المسؤولين السابقين الدبلوماسيين الذين لعبوا دور مهمة في الكثير من المصرية توصل معي قبل جولة الإعادة بين الفريق أحمد شفيق ومحمد مورسي وقال لي أن هناك تقييم يجري حول مدى إمكانية أن تكون جماعة الإخوان قادرة على إدارة مصر اقتصادية من حيث أنه ولأها لي اقتصاد السوق الحر فكانت إيجابتك كل بساطة أن هذا كل ما ترونه هي مجرد أكاذيب ولا يحمله أي مشروع وأنه هذه الجماعة هي تريد استخدام الاقتصاد والترويج لنفسها في الوقت المتحدة حتى تتمكن سياسيا بالطريقة التي تجعل منها إمبراطورية كبيرة في المنطقة العربية والعالم الإسلامي وهذا هو الخطر الحقيقي أستاذ عزة إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي أشكر الجزيل الشكر على هذا التحليل الماتع والمهم